اشتركوا في القناة في مطار الهوار بمدين بالعاصمة الجزائرية بسبب خريطة المملكة المغربية الموجودة على قمسان الفريق البرتقالية وقال المصدر ذاته في اتصال مع الموقع الأمور ما زالت كما هي هناك اجتماع تقني مع الكاف وأضاف حنا كنتس ناور جعلين الأقمسة وإلا فالعودة إلى أرض الوطن هو الحل يشار إلى أن النظام الجزائري في الجهر الشرقي عاد لممارسة حمقاته من جديد وقامت السلطة الجزائرية يوم أمس التاسع عشر أبريل بعدم السماح لبعتة نادي نهضة بركانة للدخول إلى ترابها بسبب خريطة المملكة المغربية واحتجزت السلطة الجزائرية بعتة نهضة بركانة في مطار الهوار بمدين بالعاصمة الجزائرية كما احتجزت جميع أمتعة الفريق البرتقالية وقامت بقطع الصبيب الانترنت عليهم وليست هذه المرة الأولى التي يتعامل فيها النظام الجزائري بهذه الطريقة مع المغرب سواء لاعبين أو صحفيين يشار إلى أن الفريق البرتقالي ذهب إلى الجزائر لخوض مباراة ذهب نصف نهائي كاسر كونفيدراليا الافريقية لكرة القدمة أمام اتحاد العاصمة الجزائرية يوم غد الأحد الواحد العشرين أبريلا في تمام الساعة الثامنة مساءنا وستزرى مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأحد الثامن وعشرين أبريلا بالملعب البلدي ببركانة نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء